غضب شعبي احتجاجا على الارتفاع الجنوني للأسعار غليان واسع كانت جررته من عدن حيث قطع المحتجون شوارع العاصمة الرئيسية وأشعلوا إطارات السيارات تنديدا بفشل الحكومة في احتواء أزمة الريال ومطالبة بإسقاطها الاحتجاجات دلعت أيضا في أبيان ولاحج وخرج المئات من المواطنين إلى الشوارع الرئيسية وقطعوا الطرق وأغلقت بعض المحال التجارية في محافظة تاعز أيضا خرجت مظاهرة كبيرة طالبت الحكومة باتخاذ إجراءات جدية إزاءة دهور الريال بالإضافة إلى مطالبات تتعلق بالوضع الأمني في المدينة وفرض هيبة الدولة في شرق البلاد كذلك خرجت مظاهرة غاضبة في سيئون أمام مبنى السلطة المحلية عبر فيها المواطنون عن غضبهم إزاء الانهيار الاقتصادي الرهيب وعجز الحكومة الشرعية عن تقديم أي حلول قبل يومين التقى الرئيس وقيادة الدولة باللجنة الاقتصادية التي شكلها سابقا الاجتماع خرج بنقاط مطاطة منها تنمية الإيرادات وتعزيز تصدير النفط والغاز والرقابة على المال العام ما يدفع للتساؤل ما الذي يحول دون ذلك منذ ثلاث سنوات وأمام بلد يغلي من الأسعار وغضب الناس ترك هادي كل هذا الدخان وسافر إلى الولايات المتحدة لتلقي العلاج بينما الريال يتهاوى على مدار الساعة ولن ينتظر حتى يكمل فخامته رحلته العلاجية هذا الوضع المعقد دفع مراقبين للتساؤل حول مستقبل البلد في ظل شلل في قيادة الشرعية وفشل في إدارة جميع الملفات وفساد مالي وإداري أصبح هو الحرفة الوحيدة التي يجيدها مسؤول شرعية هل ستوقف اللجنة الاقتصادية الرئاسية هذا الانهيار الاقتصادي المتسارع؟ أم سيتنام غضب الشعب حتى يخرج عن السيطرة؟ لسيما وأن هناك أطرافا تنتظر شماعة مناسبة للانقضاض على الدولة وتفكيك ما تبقى منها